كل واحد يذكر لي فائدة واحدة يحسن السكوت عليها نعم نعم العربية وتتكلم بالعربية في بيتك مع زملائك هذا يعرف اللغة العربية لماذا لا تكلم بالعربية صح الآن اللغة العربية عندك تنقص والله إذا لم تتكلم بها تنقص بعض الكلمات راحت عنك صحيح نعم الدعوة إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني فإذا كنت حقا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تدعو لما أدعي للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا تزء مثل بعض الناس الحالة يظهر في الجوال في الواتس أب والنار وأشياء يعني يظهر غريبة والغنم يا أخوان اقتنموا هذه الفرصة والله تسأل نعم يا أخي لابد أن نعلم التوحيد لأننا لا شك في التوحيد إذا لابد أن نعلم التوحيد ونبدأ بالتوحيد كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الإيمان ولابد أن نعرف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص الله يفتح عليك مراتب الدين الثلاثة يقول تعلمنا مراتب الدين ثلاثة إسلام إيمان إحسان وكل مرتبة لها أركان الصبر الصبر ثلاثة أقسام أولا لابد تصبر على العلم وتصبر على العمل وتصبر على الدعوة وأنواع الصبر الثلاثة نعم يا أخي طلب الشخص يكونوا بإذا كان حيا وقادن نعم يقول يا صحح أطلب من المخلوق شيء يقدر عليه بشرط أربع حي حاضر قادر أعتقد أنه سبب نعرف معنا الشرك ونحذر لابد أن نتعلم الشرك حتى لا نقافل ونحذر منه أما الحكم على أشخاص هذا ليس لنا الدعوة إلى غير المسلمين لابد ندعو غير المسلمين نعم لسنا علماء ولسنا أهل للفتوى لكننا أهل لأن نعلم الذي تعلمنا نثق فيه مئة بالمئة نعم الفرق بين الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة لابد أن ترتقن إلى مستوى أعلى في طالب العلم الله يزدك خير يقول إلى متى ونحن ندرس الأصول الثلاثة عب هذا المجلس آخر مجلس ندرس فيه أصول الثلاثة لو جئت المرة القادمة وقال الشيخ مصطفى ندرس الثلاثة نقول لا تعلمناها اختبر ونرتقي هذا الآخر الآن لو نقول له نعيد لك الآن أولى ابتدائي تقبل تدرس سنة كاملة أولى ابتدائي ما يقبل ست سنوات أولى ابتدائي ما يمكن يقول تحطي ابني أنت ما يقبل لو تعطيني ملايين صح؟ لكن كل ما يأتي عالم يدرسنا أصول الثلاثة يأتي الثاني أصول الثلاثة الثالث أصول الثلاثة نعم ممكن تأتينا دروس مذاكرة مثل ما يصنع الشيخ العسيمي حفظه الله هذا المتون يعيد عليك تسمعها مذاكرة يصح أما أعيد عليك الدراسة مرة أخرى أولى ابتدائي ثاني ابتدائي ثالثة ابتدائي والله ما ترضى جزاك الله خير على هذه النصيحة أخاذنا أنه لابد أن الحقوق متبادلة كما أن الطالب له حق على الشيخ الشيخ له حق على الطالب حقوق متبادلة يؤدي الطالب حقوق ستة نعم الأساس يقول العلم وكل من أتقر شيئا عرف به إذا أتقنت العلم اشتقون اش يقال عنك عالم أتقنت اللعب اش يقال عنك واتقنت الضحك ضحاك صحيح نعم واتقنت الفن يقال عنك نصر عب السلامة فنان يعني حمار نعم نعم يا أخي المتعلم قد يكون المعلم نعم المتعلم إذا عمل قد يكون بهذا معلم وأنتم الآن دعاة إلى الله شئتم أم أبيتم تعاملك مع الناس صحيح كيف تتعامل كيف تنظر لنساء كيف تتعامل مع الرجال كيف تتعامل في حياتك اليومية الطواغيت خمسة الطواغيت خمسة رؤوس الطواغيت خمسة لابد أن نحذر ولا تظن أنك سالم انتبه لابد تحذر نعم الشهر لين بقاء في بلاد الكفر يعني يجب تصحيح النية تصحيح النية بأن تبقى للدعوة إلى الله وحفظ يعني التعريفات والموت لا تمام بعلم بالعلم نعم طيب نعم وحنا أخذنا فائدة واحدة الله يسامحك أنت هو نعم أيام الإنسان خمسة أيام الإنسان قلنا خمسة يوم في العدم ويوم في الأجنة في البطن ويوم في الدنيا ويوم في القبر برزخ ويوم الآخر الله يفتح عليك أننا توسط في التعامل مع الكفار ونبين هذا لهم ونقول نحن لا نغش الكفار ننصح لهم لا إفراط ولا تفريد لا إله إلا الله يقول تقوم على ركنين النفي والإثبات الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله نعم يا أخواننا والله هذه المتون وضع الله فيها البركة فنحن نأخذ بمتون العلماء التي أوصى بها العلماء ونمشي على هذا حتى يفتح الله علينا لكن نتعلم تعلم حقيقي أما نتعلم هكذا تسمع وتمشي لا يصلح كل مرة ندرس أصل ثلاثة لا يصلح فالمرة القادمة إذا أردتم نسأل ونختبر ثم نأخذ درس جديد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يولى الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطل وارزقنا اجتماعه والله أعلم وصلى الله عن النبي ومحمد وعلى صحبه وسلم أزاكم الله وخيرا ترجمة نانسي قنقر